أهلاً بكم من جديد وسلسلة حلقات سؤال وجواب إنتوا سألتوا وإحنا هنجاوب على الأسئلة دي ودي الحلقة رقم اثنين هاي أيوه أنت عايز تبقى رشيك؟ تبقى رشيك يعني اشترك في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعب الله وأوقاتكم بكل خير أهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخص والفيديوهات التشجيعية اليومية المليئة بالتشجيع والمليئة بالمعلومات لو شايف أن الفيديوهات دي مهمة ما تنساش تضغط لايك قوي جداً وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناة فانزل اشترك في القناة علشان تكون من ضمن عائلة لو نفسك تخص أكبر عائلة رشيقة في الوطن العربي انتوا سألتوا أسئلة مهمة كده ممكن تفرق معاك في التركة صغيرة كده ممكن تكون سبب في ثبات وزنك أو تكون عاملالك مشكلة وتعرفها من خلال هذه الحلقات فركزوا معايا ويلا كده دونوا المعلومات دي في نوتا علشان تفيدكم ان شاء الله خلال رحلة التغيير وما بعد رحلة التغيير نروح لأول سؤال في هذه الحلقة روان أحمد بتقول هل أدوية الامساك تؤثر على نزول الوزن وإيه هو الاسبرتام الحقيقة أول سؤال ايه هي يعني هل أدوية الامساك تسبب حاجة في الجسم أو في الحرق يعني أو أي حاجة من دي الحقيقة في بعض الأدوية تحتوي على السكر زي أتذكر كده دواء اسمه اللاكتيلوز ده عبارة عن سكر صافي يعني وفيه برضو دواء اسمه الأجيلاكس تقريبا برضو الحبيبات بتاعته عليها برضو طبقة من السكر لكن فيه أدوية بديلة كتيرة تقدر ان انت استشير الطبيب فيها على ان هي الأدوية دي تكون مفهاش أي سكر زي نقط كده وزي برضو حبوب كده تقدر ان انت تاخدها وتحافظ على جسمك من الامساك لكن الامساك نفسه فهو عدو الدايت وعدو الجسم بشكل بشع ايه هو الاسبرتام؟ الاسبرتام دي مادة بتستخدم كتحلية يعني بتخش فيه صناعة المحلة الصناعي الكلام عليها ان هي كثرة استخدامها بتسبب السرطان في بعض الناس بتقول ان الاسبرتام او استخدام الاسبرتام او بعض الدراسات ولكن مش مؤكدة بتقول ان استخدام المحلة الصناعي ممكن يسبب مرض السكر هل ده اكيد او مش اكيد فيه ناس نفت وفيه ناس اكدت هذا الموضوع لانه بيخلي الجسم يتحفز وبالتالي بيفرز الانسولين بشكل كبير جدا لما بتاخد المحلة الصناعي ده ويكتشف الجسم ان ما فيه سكر وبالتالي بيسبب مرض السكر ولكن ده برضو مش حاجة اكيدة او بقية الاسئلة ايه الحاجة اللي ممكن تعليل حرق غير الميا والالتزام التام والرياضة لان حتى بيهم النزول شوية بطيء طبعا هي ما شاء الله سأل اسئلة كتير في تعليق واحد الحقيقة اللي لازم تعرفيه الاستمرار على النظام الغداء الصحي كفيل لوحده يعني كفيل لوحده الاستمرارية يا جماعة يعني مش هقولك مثلا بقى ايه الميا والخضار ويوي لا ان انت تستمر على ده لو انت استمريت على ده فترة طويلة جدا الجسم الحرق بتاعه بيتحسن نتيجة ان الاجهزة نفسها عمالي تشال من حواليها الدهون زي بالظبط كده انت قاعد في مكان التكييف بتاعه بايز فتلاقي نفسك حران ومخلوق ومتعصب ومتنرفز وهكذا لما تبتدي الدهون دي تتشال ولما الجسم يبتدي القلب اللي كان بيدخ الدم في الشرايين المسدودة ده يبتدي ان هو يدخ الدم في شرايين مفتوحة كل ما انا استمريت على النظام وكل ما انا نزلت من دهوني الاقي ان الاداء بتاع الجسم والبرفورمانس بتاع الجسم بيتحسن بشكل كبير وبالتالي الحرق بتاعي بيعلى علشان كده الناس اللي بتبدأ معانا بتكون حرقها واقع اول ما تستمر على النظام بتلاقي حرقها اتحسن بشكل كبير جدا ويبتدي ان هم يعيشوا برشاقة طول عمرهم نروح لبعد كده بسم الله مشاهله لك يا روان يعني اسئلة كتير جدا بتقول انا الحمد لله اول مرة اعمل دايت كويس في حياتي والتزم واللي هو بتاعكم الحمد لله بدأت من التحدي الاول لمصابت يا ناس الحاوني تعبت من دهوني وما كنتش بوزن كل اسبوع قررت اني اوزن في اخر يوم في التحدي السادس والحمد لله خست ستة كيلو فسؤالي هنا انا ليه مش ملحظة تغيير في الشكل ممكن يا روان ان انت يا اما وزنك كبير اوي يا اما وزنك صغير اوي وبالتالي ممكن يكون كان عندك مية زيادة وممكن تكوني وصلتي اصلا للوزن المثالي ويمكن ان انت كنت دخلة معانا المسابقة وانت عندك مية زيادة في جسمك وبالتالي ابتدى الموضوع ما يبقاش ملاحظ قوي فانت برضو مش كدب الوزن بتاعك كمكام او المعلومات عندك نقصة بتقول انا ماما نباتية وعايزة تبدأ معاكم بس اللي عرفوا ان البروتين النباتي مرتين في الاسبوع وهي مش بتاكل لحمة ولا دجاج ولا الحاجات دي فبتعمل ايه وازاي تمشي على النظام وهي عندها الضغط في الاخر بجد شكرا لك انا اهلي كلهم باذن الله يعملوا دايت وبجد انتو نعمة انتو عائلة تحفروا بنا يا كريم كيروان الحقيقة احنا عندنا نظام خاص بالنباتيين الناس النباتيين يقدروا ان هم يشوفوا النظام النباتي وده هتلاقوه على تطبيق لو نفس اتخذ ممكن تاخدوا البروتين النباتي كله واتطبقوه على نظام المسابقة لو انت نباتي خلاص ما بتاكلش اي بروتين حيواني تقدر تطبق البروتين النباتي وتاخدوا كل يوم عادي مع المسابقة ولكن النظام النباتي دا بينقصوا بعض العناصر المهمة اللي مش هتلاقيها غير في البروتين الحيواني فلازم ترجع لطبيبك علشان يكتب لك بعض المكملات الغذائية علشان تعوض النقص اللي مش هتلاقيه في البروتين النباتي ودي نصيحة يعني نروح لجنة ربي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتي عندها 8 سنوات ووزنها 44 كيلو وطولها 124 انا عملت لها انظام غدائي صحي وخست خمسة كيلو خلال 15 يوم هل دا غلط اني امنع حاجات زي السكر الشوكولاتة الحلويات عموما بس بتاخد معلقتين عسل على اللبن وبعمل لها يوم فريب تاكل فيه اللي نفسها فيه فهل دا غلط ولا اعمل ايه بالله عليك تجاوبني يا بشوانس ربنا يكرمك والجزيج خير يا رب وكل عام وحضراتكم بخير اسرة لو نفسك تخس انت عملت الصح والزيادة حابتين تلاتة دا انت عملت اللي مفروض كل الناس تعملوا مع ابنائهم ان هي تمنع عنهم الحلويات والشوكولاتات والكلام الفارغ دا لان دا بيأثر عليهم وخصوصا في فترة النمو وده انا حذرت منه كتير ان فترة ما قبل البلوغ دي بتكون عدد الخلايا الدهنية بتتحدد وبتفضل لزق معاك طول عمرك بمعنى اصح ان انا لو انا دلوقتي وانا صغير قبل سن البلوغ اعدت ااكل وعك واكل شوكولاتات فالخلايا الدهنية بتاعتي تبتدي ان هي تكبر في الحجم فتصل لحجم معين بعد كده ما تقدرش تتكون اكتر من كده تبتدي تتكاثر تعمل خلية تانية وخلية تالتة وخلية ربعة وهكذا وتفضل خلايا كتير تتكاثر لغاية سن البلوغ واول ما نوصل سن البلوغ يا معلم تبتدي يقول لك انت عندك عشر خلايا دهنية هم دول اللي هيكملوا معاك بقية حياتك فتلاقي نفسك ان انت عندك قابلية الزيادة في الوزن اسرع من اي حد لكن لو احنا لحقنا نفسنا ولحنا اطفالنا قبل سن البلوغ ان احنا نمنع عنهم اي زيادة في الوزن وخصوصا تناول الدهون الكثيرة دي هنلاقي ان احنا حفظنا عليهم طول عمرهم انت عملت الصح نروح لقتيبة الحمادة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الف خير جزاك الله و الف خير انا اول مرة التزم بالرجيم والحمد لله بس انا باخد منع حمل وحس حالي بنزل ببطء هلا كيف منعرف اذا منع الحمل بيعمل احتباس بالجسم الحقيقة اللي لازم نعرفه بكل بساطة ان في بعض ادوية منع الحمل موجود فيها يعني النشرة بتاعتها هتلاقي موجود فيها ان هي قد تسبب احتباس السوائل وده امر يعني معروف جدا 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 يعني لو بكل بساطة كده فتحتي الرشدة بتاعت الدواء بتاعك هتلاقي مكتوب قد يسبب احتباس السوائل في الجسم ساعتها ممكن نرجع للطبيب بتاعنا ونشوف بديل لهذه الادوية او لهذه الوسيلة علشان خاطر برضو ما يعني ما تعكسناش شوية في رحلة التغيير وازن برضو ان احنا لو رفعنا شوية من تناول المية علشان نزوء المية المحتبسة دي وممكن ناخد مغلل بقدونس على الريق مرتين كده في الاسبوع هتلاقي فرق معانا وخصوصا للناس اللي عندهم احتباس سوائل بشكل كبير جدا يعني نروح لدانيا بتقول عندي سؤال عادي لو بس اكلنا باليوم بس وجبة واحدة واللي هي الغدا هيك بننقص وزننا ولا الشو بصي بقى لو عملت كده عمر ما وزنك هينزل ولا اي حاجة خالص الفكرة كلها مش بقلة الاكل الفكرة كلها بتنظيم الاكل لازم ناكل الاكل ولازم ان احنا نريح جسمنا كلما ريحنا جسمنا وريحنا الاجهزة الحيوية بتاعتنا وكلنا الاكل على كميات على مدار اليوم معدتنا هتصغر وهنكسب ان احنا نصغر معدتنا لكن انا لو اكلت مرة واحدة ومليت المعدة ووسعتها هلاقي ان انا ما بحفظش على الحجم بتاع المعدة وهيفضل واسع طول عمره لان انا جعان هلاقي نفسي بجوع نفسي وهلاقي نفسي ان انا بفقد عناصر كتير وهلاقي ان انا بعد كده ممكن يجيلي التهاب في المعدة ومشاكل كتيرة جدا نتيجة ان انا بسيب المعدة بتاعتي فاضية لفترات طويلة اذا لازم ناكل على مدار اليوم من خمس لست وجبات فطار غدا عشاء سناكس ما بينهم هتلاقي ان انت جسمك بينزل بشكل صحيح وهتلاقي نفسك ان انت ما بتجوعش وكمان هتلاقي نفسك ان انت بتستمر فترات طويلة جدا على الدايت لغاية ما توصل لهدفك مش هتزهق ابدا قبل الوصول للهدف ذكر واستغفار بيقول جزاك الله خير مبارك فيكم جميعا سؤالي هو ليه حضرتك مش بتذكر الفلفل الاخضر في النظام وسؤال اخر انا مش بعمل رياضة بكتفي بشغل البيت وشكرا ودي كانت اخر سؤال معانا الحقيقة الفلفل الاخضر ده حبيبنا وجميل ولزيز كله فلفل اخضر مفيش مشكلة ليك فلفلتين اخضر وممكن تاخد فلفل الوان واحدة فيهم فلفل الوان مفيش مشكلة خالص الفلفل الاخضر لزيز جدا جدا وبالهنة والشفة الجزء التاني من السؤال بتقول ان هي بتكتفي بشغل البيت هل ده بديل الرياضة؟ طبعا اي حركة ما هي رياضة ايه انا قلت لك وكنت عملت مبادرة في وقت من الوقات قلت لكم يا جماعة بدل ما الناس بتنزل تحرق دهون وتحرق كده سعرات في الجيم على مشاية او على اوربيتراك تقدر ان انت تعمل عمل مفيد تقدر ان انت تشارك لو عندك المقدرة ان انت تشارك في اعمال خيرية ان انت مثلا تروح تدهن دار ايتام ان انت تبتدي ان انت تشتغل في بناء سقف الناس مثلا محتاجين ان هما يعملوا سقف البيتهم حاجات كتير جدا خيرية تقدر ان انت تتحرك بيها وتشتغل بيها بايدك ورجلك ان انت تلف على الناس مثلا وتساعدهم وهكذا الحركة دي صدقوني هيبقى فيها بركة كبيرة جدا جدا ومساعدة الناس ربنا هيقدرك ان انت هتبقى عندك لياقة بدنية وصدقني هيفرق معاك بشكل نفسي بشكل كبير جدا اذا حركة البيت وشغل البيت ان ان حضرتك يعني بتساعد اولادك فده فيها ثواب عظيم وكمان تعتبر رياضة وان شاء الله هتخس على خير انت وغيرك ان شاء الله بإذن الله وكل الناس هتخس بسعادة وبصحة وبكده نكون انتهينا من الحلقة رقم اثنين من فقرة سؤال وجواب استودعكم الله الذي لا تضيع ودعو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل عليه الأنظمة كل يوم وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس